نكمل كلامنا عن الفينوطايب والجينوطايب أنا عندي جينوطايب عندما اتفاقنا مع بعض إما يكون مثلا الفصيلة A يكون هواخد A مل أب و A مل أوم في الحالة دي يبقى هو تركيبته الجينية A A أما إذا كان هواخد A مل أب و O مل أوم يبقى تركيبته الجينية A O في الحالة الأولينية بنوع عليها هوموزايوس الحالة الثانية بنقول هيتيروزايوس نفس المثال ينطبق على ال-B في احتمالين هوموزايوس جينيتك ميك أب بتاعه B B الهيتيروزايوس جينيتك ميك أب بتاعه B O بالنسبة لل-A B وبالنسبة لل-O هو احتمال واحد فقط التركيب الجينية A B في ال-A B و O O في ال-O اشتركوا في القناة